مباشرة المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية عبدالله الزيدي بداية مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار حدثنا عن مشروع قانون شهداء سبايكر والحقوق التي سيمنحها لذوي الضحايا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولجميع مشاهديكم الكرام نعم شهداء سبايكر لا بد أن يخلدوا لا بد أن يكون لهم قانون يحميهم لا بد أن تكون لهم حقوق أسوة بالآخرين لذلك دأبت رئاسة الجمهورية وخاصة بعد سلسلة من اللقاءات التي اختتمها السيد رئيس الجمهورية بلقاء موسع مع أهالي ضحايا سبايكر وقد استمع إليهم بتمع واستطاع أن يفهم لب القضية وماذا يحتاجون وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في المرحلة القادمة لذلك نعتقد بأن هذا المشروع مشروع القانون سيذهب إلى مجلس النواب وسيمرر بانسيابية إيمانا من الشعب العراقي وأعضاء مجلس النواب الذين يمثلوهم أعتقد سيمر بانسيابية وسيكون هناك حقوق أسوة بالآخرين ما يميز هذا القانون بالحقيقة أنه سيعتبر ضحايا سبايكر سواء من عثروا على جثثهم أم لم يعثروا فهؤلاء يعتبرون شهداء ضمن قوائم الشهداء أسوة بشهداء وزارة الدفاع وستضمن لهم حقوق أسوة بجميع الشهداء فضلا عن ذلك لا بد يعني القانون حقيقة يقول على الجهات المعنية إكمال قضية فتح المقابر الجماعية والبحث عن الرفات المتبقين الذين لم يعثر عليهم إلى الآن وحددها بفترة ستة أشهر بعد التصويت أو نفاذ القانون في حيز التنفيذ لذلك أعتقد هذه خطوة جيدة لأن هناك الكثير من العوائل التي لا زالت حقيقة يعني لا تعلم مصير أبناءهم وبهذه الخطوة نستطيع أن نتعرف على باقي الشهداء الذين لم يعثر عليهم إلى الآن طيب من ناحية القانونية قبل قليل ذكرت يعني هل وجدتم هذا القانون منصف لدوي ضحايا سبايكر يعني هذا القانون حاول أن ينصف الشهداء بطرق مادية ومعنوية المادية هو يعني إعطاءهم رواتب لطبعا لأهالي الضحايا وكذلك يعني منحهم قطع أراضي لعوائلهم كي يسكنوا ويعيشوا عيشة كريمة أسوة بالآخرين أما الجانب المعنوي فلابد من تخليد وقد ذكر في القانون لابد من تخليد يعني ضحايا شهداء سبايكر من خلال نصب مثلا يعني الأشياء التذكارية أو من خلال يعني حتى ألزم وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية حقوق الإنسان بتعريف يعني هذه الجريمة للمجتمع الدولي لكتابة الكراسات عنهم لربما يعني جعل هذه الجريمة من الجرائم الدولية التي اخترفت لذلك أعتقد يعني هذا القانون طبعا لا شيء ينصف ضحايا أو عوائل ضحايا يعني شهداء سبايكر لكن هذا الشيء من ناحية الضحايا الذي نستطيع أن نمنحه سيد عبد الله سيد عبد الله هل تضمن مشروع القانون إعادة الناجين من مجزرة سبايكر المفسوخة عقودهم إلى الخدمة يعني بالحقيقة هذا شيء آخر يعني هناك يعني تقصد من يعني لقى حتفه أم من الذين لا من الذين نجوا من المجزرة سيد عبد الله القانون لم يتطرق إلى ذلك بالحقيقة لأنه من نجى من المجزرة يعني نجى ولكن نحن نتحدث عن الشهداء أو عن المفقودين أما الذين نجوا فقد نجوا بأرواحهم بالحقيقة وهذا يعتبر لم يكن ناجيا لربما كان قد ذهب ضحية أيضا أليس لأولئك الذين نجوا بأنفسهم حقوق وأبسط حقوقهم أنه عودة إلى مراكزهم يعني هذا شيء آخر نحن التقينا بعوائل شهداء سبايكر سواء الشهداء أو عوائل المفقودين نعم أما هذه القضية فممكن أن تبحث في مرافق أخرى وزارة الدفاع أو الداخلية مثلا نعم مثلا الداخلية أو الدفاع ونعتقد أيضا هناك قانون يعني أعتقد سيشرع قريبا حول جميع الذين فسخت عقودهم في مرحلة زمنية كانت صعبة على الجندي ربما هناك حقيقة يعني مشروع قانون لهذا الموضوع وقد سمعنا به كثيرا ولكن لا نعلم سيكون في حيز التنفيذ أو لا طيب سيد عبدالله ماذا بشأن مرتكبي جريمة سبايكر وهل جاء القانون عادلا في الاقتصاص أو محاسبة هؤلاء مثلا يعني هناك فقرة أولا يعني حقيقة في المادة 6 يقول لا يشمل مرتكبي جريمة القاعدة الجوية سبايكر بأي عفو عام أو خاص وحسنا فعل حقيقة يعني المشرع في هذا الموضوع لا يشمل هؤلاء المجرمين أي عفو وهذا شيء جيد وستبقى يعني ألزم القضاء وألزم الجهات المعنية نعم بملاحقة الجنات ومعرفة مصيرهم ولابد أن يحاسب ليس الجنات فقط وإنما من ساهم في هذه الجريمة وساعده وروجه فهذا فيه نوع من الإنصاف لشهداء ونعتقد بأنه ستكون هناك جدية في ملاحقة يعني الجنات وبشكل واضح وجليل أن القانون ألزمهم بفترة ستة أشهر وخاصة بعد نفاذ هذا القانون نعم سيد عبدالله الزيدي المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا